أجلس الاستشاري الإسلامي الذي كانت له علاقة بالسياسة والقضايا القومي الشعبية الملية كان له نشاط ملحوظ في ذلك أيضاً في نفس الوقت كان يرأس حيئة قوانين الأحوال الشخصية وهذه الحيئة تجمع جميع الفئات والديانات في الهند يعني الديانات بمعنى أن الهيئة تجمع السنة والشيعة والبروية والمهدوية هذه الفرق كلها تجتمع تحت مظلة هذه الهيئة والهيئة هذه تحافظ على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين حتى لا يكون هناك تدخل من قبل الحكومة في هذه القوانين وعندما كان حصل بعض التدخل من قبل الحكومة المركزية في بعض قوانين الأحوال الشخصية قام الشيخ عبد الحسن عندئذ بالاجتماعات والاحتفالات والمؤتمرات الكبيرة التي حضرها مئات الآلاف من الناس وقابل آنذاك رئيس الوزراء المستر راجي وغاندي وأثر فيه وذكر له أنه لا ينبغي أن تصار هذه القضايا وأن تعطى الحرية للمسلمين في ممارسة قوانينهم فاقتنع رئيس الوزراء عندما جلس مع الشيخ بالحسن وتأثر بزهده وإخلاصه ثم أصدر أمره لأعضاء حزبه أن يوافقوا على القرار الذي صدر في حق المسلمين وأنه لا يكون هناك تدخل في قوانين الأحوال الشخصية فكان ذلك ظفرا وفوزا كبيرا جدا وكان للشيخ بالحسن أيضا رئاسة لحيئة التعليم الديني هذه الهيئة وقامت حوالي 20 ألف مدرسة ابتدائية في ولاية واحدة 20 ألف مدرسة الولاية الشمالية كتاتيب مدرسة ابتدائية يعني حوالي 20 ألف مدرسة قامت تحت مظلة حيئة التعليم الديني لولاية واحدة هذه الهيئة لم تكن تعم الهند كلها ولكن قامت هناك هيئات أخرى في ولايات أخرى على طريق هذه الهيئة وعلى غرار هذه الهيئة فكان للشيخ بالحسن تأثير كبير في عامة الناس وفي الجماهير عن طريق التعليم وعن طريق التوعية والدعوة والإصلاح الاجتماعي لأنه اهتم بإصلاح المجتمع كذلك إزالة البدع والملكرات والطقوس التي دخلت في مجتمعات المسلمين حتى يكون المجتمع المسلم نقيا صافيا من الخرافات والأباطيل وأن يتمسك بالقرآن والسنة وأن لا يكون هناك أي شيء خارجي وأجنبي يدخل المجتمع المسلم اهتم بإصلاح المجتمع المسلم كذلك بهذا نستطيع أن نقول أن جهوده شملت الجوانب المختلفة تعليمية وتربفية وخيرية وإصلاحية وداخل البلد وخارج البلد نعم نصيحة الشيخ سلمان لمحبي الشيخ أبو الحسن ندي ورحمه الله والله أنا أحب من من يحب الشيخ أبو الحسن أن يراجع كتاباته أن يقرأ ماذا خسر العالم بالحطات المسلمين وأن يقرأ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية وأن يقرأ كتابه عن حياته مسيرة الحياة يعني حتى يعرفوا عن هذه الشخصية كيف تكونت كيف تكونت هذه العناصر كما أنه ينبغي أيضا أن يقتفوا سيرته لأن سيرته هي التي جمعت بين مختلف الطبقات والطوائف وقربت البعيد والقاصي كان جامعا وكان مؤلفا وكان مقربا لمختلف المثاهب ومختلف الاتجاهات ولذلك أحبه الجميع وكان يدعى إلى مختلف الجهاد ويرأس احتفالاتهم ومؤتمراتهم كان حبيبا إلى النفوس فينبغي لأتباعه كذلك أن يتحببوا إلى الناس وأن ينفعوا وينشروا الخير وأن يعكفوا على كتب الشيخ أبي الحسن ويستفيدوا منها وينشروها كذلك فهذا مما يجب عليهم تجاه هذه الشخصية التي أدت دورها وبلغت رسالتها وقامت بالأمانة وكان مؤتمنا عليها والحمد لله وبارك الله في هؤلاء الإخوة والأصحاب والأتباع الذين يحبون الشيخ أبا الحسن الندبي رحمه الله تعالى نرجو منهم إن شاء الله أنهم سيسلكون سبيله وينتهجون النهجه والعالم الإسلامي في يومنا هذا في حاجة ماسة إلى الجمع للتفريق وإلى التقريب وإلى تعليف النفوس وإلى أن يكون هناك اجتماع القلوب وتآلف النفوس على الحق والخير فهذا أشد ما نحتاج إليه لأننا نعيش عصر التفرق والتشتت وهذا هو الذي جر كل الويل على المسلمين فلا بد من الوحدة ولا بد من التقارب فيما بيننا وأكتفي بهذا وأرجو إن شاء الله الخير والدعاء من محب الشيخ أبا الحسن ومن أتباعه وأصحابه فضيلة الشيخ الدائية العلامة سلمان الحسيني الندوي مدير المعهد العالي للدراسات الشرعية بجامعة ندوة العلماء جزاكم الله خير ونأمل إن شاء الله أن يكون لكم كذلك أنتم كتابات في أب الحسن لو حتى يعطى هذا الرجل حقا إن شاء الله بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين نستفدعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته وكنفه شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة